نروح لفقرتنا الأخبار الأوانية أو في الإنترو بتاعنا مجموعة من الأخبار هنتكلم عن كرة اليد سيدات يمكن كان عندنا مباراة لتفتكروا مؤجلة مع نادي الترسنة كان بسبب بسبب الأحوال الجوية كانت في الجولة العشر أنا ما أتذكر تم تعجيلها النادي أهلي لعبها وفوزنا في 36-12 والمباراة كانت بتتلعب على صالة نادي الترسنة في متعوبة وزي ما قلت لحضراتكم المباراة تأجلت بسبب بسبب الأحوال الجوية والشوت الأول خلصان بتقدمنا 17-5 طبعا إذا ما حضركم عارفين يعني قلنا مرانا وتكرارا دورة سيدات هو مجموعة يعني مجموعة واحدة بتترتب وياخدوا الست فرق الأوانية يطلعوا يلعاب وفوق عندنا زهاب وعودة كان معنا الترسنة واتحاد الشرطة الرياضي ومنوف الرياضي وهلوليد وستة أكتوبر وسمحة والتران والشمس كل دول كانوا معنا في المجموعة تقريبا خلاص قربنا نخلص الدور هنطلع الدور اللي بعد كده بفكر الحضراتكم من الفرقة دي أو فرقتنا بكابتن يحي يوسف حامل لقب الترت بطولات السنة اللي فات سواء دوري أو كاس أو بطولة منطقة نتمنى طبعا إن شاء الله السنة دي الحفاظ على التقدم والتميز اللي بيقدمه كابتن يحي يوسف وطبعا بأكد الحضراتكم من سندوس حشان لعبتنا المحترفة التونسية مش موجودة مع الفريق بتلعب مع منتخب بلادها كأس العالم في أسبانيا تلدي أداء كويس وأكيد لما ترجع من هناك هكون اكتسبت خبرات كتير الحقيقة لأن احنا نتمنى في هم الأيام نشوف منتخب السيدات زي منتخب الرجال عندنا زي تونس توريس الرجال وسيدات الحقيقة بيداره العام وبطولة العالم رايح نتمنى إن شاء الله نشوف منتخبنا ومنتخب السيدات لقارة اليد إن شاء الله بيكون وصل لبطولة العالم سندوس هترجع بعد كده تنضام لنادي الأهلي أكيد هتفيد الفريق في الفترة القادمة اللي جاي إن شاء الله موسيقى